العراق يرد على حرق العالم والمصحف بطرد سفيرة سويد صديق قائد الغواصة يكشف تفاصيل جديدة لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وحالة طوارئ هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث أهلا بكم ردا على حرق المصحف والتظاهر أمام السفارة العراقية لدى السويد قررت بغداد اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وأفد المكتب الإعلامي لرئيس الغزراء في بيان بأن محمد الشيع السوداني أمر بسحب القائم بالأعمال العراقي من السفارات العراقية في ستوكهولم كما طلب من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة البلاد وأضف البيان أن توجيهات السوداني تأتي ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق المصحف الشريف والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العالم العراقية وفي السودان حلقت مقاتلات الجيش صباح اليوم فوق مدن الخرطوم وأمضرمان وبحري حيث قصفت عددا من المواقع ووصلت قوات العمل الخاص بسلاح المدرعات تمشيط مناطق بجنوب الخرطوم معلنة عن تدمير سبع عربات تابعة للدعم السريع أفادت مصادر عسكرية للحدث بين الجيش السوداني سيطر على منطقة جبل أولياء عند مدخل العاصمة الجنوبي كما أضافت المصادر أن قوات الجيش وفي إطار عمليات التأمين قامت بتمشيط كامل المنطقة اقترح نواب حاكم مصر في لبنان المركزي اليوم تحويل العملة المحلية من نظام الربط إلى التعويم بحلول نهاية السبتمبر أفقا لنسخة من اقتراحهم حصلت عليها رايترز خفض البنك المركزي في فبراير السعر الرسمي للليرة اللبنانية من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد قدره 15 ألف ليرا للدولار فقدت الليرا أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيال الاقتصادي عام 2019 قال صديق قائد الغواصة تايتر الذي أولت انفجرت وغرقت في المحيط الأطلسي الشهر الماضي إنه أي قائد الغواصة كان يعرف أن رحلتها الأخيرة ستنتهي بكارثة مشيرا إلى أنه حذر صديقه مسبقا وبشكل كتابي بشأن الغواصة التي أكد أن وضعها كان خطيرا وفي مقابلة مع برنامج أستراليا في 60 دقيقة قال إنه حذر صديقه رئيس الشركة المشغلة للغواصة وقائدها بشأن مشاكل خطيرة فيها وقال إن قائد الغواصة كان يعلم بأن الرحلة ستنتهي على هذا النحو لكنه صمم على نصب فخ لأصحاب المليارات أمرت شرطة برلين سكان عديد من المناطق بالبقاء في المنازل بدلا من التردد على الشوارع ومواقع العمل الأمن يتعلق بتهديد أمني أو إرهابي بل بلا بؤة طليقة تثير الرعب في مناطق جنوب برلين ما أدى لدعر كبير تنفذ الشرطة عملية أمنية كبيرة وطلبت من السكان أيضا إبقاء الحيوانات الأليفة داخل المنازل كما تشارك الشرطة وصيدون يحملون بنادق تطلق سهاما تحوي سائلا مهدئا في عملية البحث عن اللابؤة الغريب في القصة أن الشرطة والسلطات المحلية لا يعلمون من أين أتت هذه اللابؤة ترجمة نانسي قنقر